عن عمر نهز 63 سنة توفي رئيس هايت الأسبق جون كلود دوفالي في بورو برانس إثر إصابته بأزمة قلبية وكان دوفالي ورث السلطة من والده الدكتاتور فرانسوا دوفالي سنة 71 وهو في التاسعة عشر من عمره وفي عام 86 أطاحت به ثورة شعبية فتحول إلى فرنسا حيث أمضى ربع قرن في منفاه وفي عام 2011 عاد إلى هايت فرفعت شكاوى عدة ضده على خلفية الاعتقالات والتعذيب والاختلاس ومثل دوفالي للمرة الأولى أمام القضاء سنة 2013 بعد أن كان يرفض ذلك مرارا